بعد خمسة أشهر من فشل اتفاق السويد الحكومة تشير بإصبعها نحو المبعوث الأمم مارتين جريفث متهمة إياه بالانحياز لصالح ميليشي الحوثي وعدم النزاهة قيادات عديدة في الحكومة هاجمت جريفث لا سيما بعد إفادته في مجلس الأمن في الخامس عشر من مايو الجاري وتصويره للمجتمع الدولي أن ما سمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين يعد تقدما كبيرا في حل الأزمة اليمنية لكن السؤال الذي يطرح أمام الحكومة بعد التصعيد المتأخر ألم يكن الكتاب واضحا من عنوانه كما يقال فمنذ مباحثات السويد رفضت الميليشيا الخوض في تفاصيل الانسحاب وطبيعة القوات التي ستتسلم الموانئ بل ورفضت التوقيع الخطي على الاتفاق فهل كان هذا التعنت غير كاف للحكومة لمعرفة تبيعة الأحداث لاحقا؟ رئيس المكتب الفني للوفد الحكومي في المشاورات محمد العمراني اتهم المبعوث الأممي بالانقلاب على اتفاق السويد وتحويره وفقا لرغبات الانقلابيين وقال إن على المبعوث الأممي تطبيق القرارات الدولية للتملص منها كما يحدث وأضاف العمراني أن جريفث تجاهل مسألة خارطة الألغام التي زرعها الحوتيون وفتح خط الحديد صنعاء وكذلك قضية رفع الحصار عن تعز مراقبون يرون أن المبعوث الأممي يتحرك وفقا لحسابات الدول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن الأمر الذي يكشف وجود أجندة دولية مشبوهة تذهب باتجاه استمرار الوضع الميليشاوي على حساب حضور الدولة وتعزيز مؤسساتها في البلد فما هي إذن خيارات الحكومة الشرعية في ظل هذا المشهد المعقد اللافت أيضا خفوت دور الرياضي وأبوظبي سياسيا وعسكريا في ملف الحديدة وصمتهما عن هذا المشهد العبثي بعد أن كانت قواتهما على بعد خمسة كيلومترات عن ميناء الحديدة ما يفتح السؤال عن أجندة التحالف أيضا الذي قال يوما أنه جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة ترجمة نانسي قنقر